اما بعد فإن أصبق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإننا نقف اليوم بحول الله جل وعلا مع علامة أخرى من علامات القرآن الكريم وقصدت أن أعبر بهذا التعبير علامة لمال الآية أي آية من كتاب الله من معنى العلامة وعلامة هذه الآية خاصة في زماننا هذا وظروفنا العالمية هذه قوية جدا يعني هذه الآية عندها علامات بل هي علامة كبرى في حد ذاتها لمن قرأها حق قراءتها في ظروف الزمان والمكان والإنسان ومطلوب من الإنسان المسلمي أن يقرأ القرآن الكريم على وزان زمانه القرآن غير محكوم بالتاريخ كما أراده بعضهم شي واحد من المفكرين المغربة أعبر بواحد الإصطلاح يسميه تاريخانية يقصد به أنه يعني القرآن أو الدين بصفة عامة محكوم بالتاريخ بمعنى أنه يتفهم في الظروف دياله التاريخية ويحبس تمام ما يجيش ما يمتدش يعني لا ينبغي في منهجه وعقله القاصر أن يمتد القرآن عبر الزمان وعبر المكان إلا كتاب الله فلا يحكمه زمان ولا يحكمه مكان بل هو نازل من أجل أن يقرأ لكل زمان ولكل مكان لكن طبعا بشروط العلم وقواعد التفسير مش غير باللعب أو بالهوى أو بالتشهيك لا طبعا بل لا بد من قواعد العلم وأصول التفسير التي قد أرسخت لدى العلماء من جيل صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى زمن الناس هذا وبهذا المنطق أقول هذه الآية العلامة هي من الآيات التي تكشف عن بعض الحقائق المعاصرة أيما كشف شيء غريب جدا حقيقة ونقرأها كثيرا وقل ما ننتبه إليها وهكذا الشأن عندنا مع الأسف مع كتاب الله جل وعلا بل كل الآيات إلا قليلا قليلا كان قرأها في القرآن الكريم وهي ديزو كان بينما هذا القرآن كل آية فيه بل كل جملة بل كل كلمة تحتها كنز بل كنوز كنوز يكشفها الله جل وعلا لأهله على قدر إخلاصهم وعلى قدر صدقهم وعلى قدر جهدهم من البحثي والعلمي ولكل زمان كما ذكرت في الحصة السابقة لكل زمان إذن من الله جل وعلا أن يكشف لهم من مخبوء القرآن ما يليق بزمانه وبعصره وبجيله ومازال نشوفه بإذن الله عز وجل والأجيال التي بعدنا نشوفه حقائق القرآن كيف تتنزل على واقع الناس كأن القرآن نزل اليوم لا قبل أربعة عشر قررا وزيادة حل القرآن عجل كأن ما يتحدث عن هذا الزمان وهذا العصر بل هذه المرحلة بالضبط من تاريخ البشرية أي ما يسمونه الآن في الاصطلاح السقافي والسياسي المعاصر بالعولمة قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا اسمعوا وللكافرين عذاب نليم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب نليم ما يود الذين كفروا منه للكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والحديث عندنا بالآية السابقة هي عندها صلة قوية جداً بما بعدها سنذكره إن شاء الله عز وجل ولكننا نقف اليوم مع هذا الأمر بل هذا النهي الرباني العظيم الذي خاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا نهيوني وفي ذو التحريم لا تقولوا راعنا وقلوا انظرنا يعني إذا شفنا سبب النزول ديال الآية ستلقى في واحد صيق ومنقصرها على سبب نزولها ولم يعديها إلى ما تتضمنه من معان هذه هي التاريخانية النية يعني هذا هو الجمود الفكري والعقلي وما ذكر العلماء سبب النزول إلا لتبين المنطلقات باش تعرف مين تبدأ هذا الشيء لاش تدر علاش العلماء قروا قالوا لابدت عرف سبب النزول وشيء مهم جدا أن يعرف الناس وأسباب نزول الآيات إن كانت نزلت على أسباب وإن لم تنزل على أسباب فقد نزلت على مناسبات يعني القرآن أي 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 ما كنش الآية اللي ما عنداش هذا الشيء إما يكون عندها سبب نزول شيء حاجة وقعت رهما ذكرها في السيرة النبوية وقع كذا وكذا ونزلت هذه الآية وإلا ما نزلتش على شيء واقعة محددة في الزمن والمكان والتاريخ رهما نزلت باش كتكمل لمعنى دي الواحد الآية قبل منها أو كتمهد الواحد الآية من بعد منها هذا كي يسميه العلماء علم التناسب ومكتب وفيه كتب علم التناسب تناسب الآي وتناسب الصور ليهود اللي كانوا في زمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهذا الخصلاة بقية فيهم وكانت فيهم من قبل سيدنا محمد وكانت فيهم في زمان سيدنا محمد وبقى فيهم الدبا وإلى قيام الساعة كانوا كيجيوا عند النبي عليه الصلاة والسلام وكيقلبوا له الكلام كيقولوا له واحد العبارة اللي ما تأملهاش يفهم منها كلام كلام ديال الخير يعني يمكنك تفهم منها الخير ولكنهم لم يقصدون بهذا الشر وكثير الأسلوب في هذا الشيء قبل أن نذكر هذه العبارة التي تتعلق بهذه الآية كانوا من بينما كانوا يقولوا يقولوا السام عليك أو عليكم والسام هو الموت أو الهالك يضغموا اللم يصرطوا لا يقولوا السلام فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا وعليكم لا يقولوا ما عليكم السلام وعليكم لم يكن عليه الصلاة والسلام بليدا حاشا بل كان ذكيا فاطنا والذكاء والفطنة معروف من خصال الأنبياء وسيدنا محمد سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام وعاشروا ليهود يعرفوا هذه القضية لأنه يقلبوا الكلام فغير باش نبينوا المنهج ديالهم في التعامل مع الكلمات يقلبوا الكلمات يقلبوا الكلمات من ذلك ما سجله القرآن صراحة هو هذا الآية يأتي عند النبي عليه الصلاة والسلام يأتي ويقضيوا Defence Bang ويأتي يگ empezar ويأتي المرة ولك يأتي كان لهم مشاكل يأتي عند النبي عليه الصلاة والسلام يأتي يأتي يسولون عن بعض القضايا العلمية من أمور الدين يسولون عن الدين لهم هو مفا أخترطوا ويأتي على أشياء كثيرة أنه أجاب عنها القرآن الكريم يق Shank يشولون على الروح سولوا على أصحاب الكاف سولوا على أشياء كثيرة مما بشكل مباشر أو كي وسطوا شيء واحدين يسولوا براستهم وأيضاً قد يختصمون ويحتكمون إليه ويحتكمون إليه ويختروا وقعت بيناتهم يعني زينة واختلفوا في تطبيق هذا الحكم الشرعي بيناتهم وجاءوا لما بغوا يقتلوا بيناتهم وقالوا لنبي صلى الله عليه وسلم قالوا نذهبوا إلى أبي القاسم كانوا يقولوا له أبي القاسم عليه الصلاة والسلام وهو أبو القاسم فيلم فالمك يحصلوا ويدبزوا بيناتهم يأتيوا ويحكموا النبي صلى الله عليه وسلم بيناتهم فأغراض كثيرة كانوا يأتون من أجلها أغراض كثيرة كانوا يأتون رسول الله عليه الصلاة والسلام من أجلها وأمور التجارة ديالهم والأمور ديال المعاهدات على كلها يعني كانت ربطة بيناتهم علاقة الجوار وعلاقة المعاهدة وباللغة المعاصرة علاقة الوطنية أنهم في واحد اللحظة كانوا سكنين في المدينة جيرا وعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم حقوقهم معروفة بواحد المعاهدة نص وثيقة كانت بحل الدستور غير دخل النبي صلى الله عليه وسلم داروا لكي كل واحد أعطاه حقوق من الأوسي والخزراجي واليهود الذين كانوا بالمدينة المعاهدة ولكن طبعا من بعد اليهود انقضوا العهد جحام مره وتتحالفوا مع قريش وبعد ذلك فرض عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام الجلاء جلاءهم من المدينة المعاهة واخوهم من الضواحي ديالها فكانوا إذا جاءوا لحاجة يقولنا يا محمد عليه الصلاة والسلام راعينا راعي يراعي لأصل ديالها بالعربية كما نستعملها بالدرجة ديالنا الآن باقيها بالعربية ديالة فاصيحة وما زالت العامية المغربية تحتفظ بكثير من الاستعمالات والألفاظ العربية الفاصيحة القديمة راعينا يعني راعي ليا من المراعة يعني يرد البال ديالك ليا وهتم بياه واسمع لي ايش كنقول لك راعينا من راعي وراعي وهو فعله أمرين فإن كنت تفهم هذا المعنى هذا وهو اللي يقتضيه الصيقي لو قفت أحده واحده وكتسنا بشي يضر معاك تقول لي وراعي ليا راعينا لكنهم لم يكنوا يقصدون هذا المعنى وإنما كانوا يقصدون الرعونة والرعونة هي الجبن والخاور والخبز والضعف والهوان يعني معاني كلها سيئة جدا الأرعن هو الإنسان الجبان الغضار الخبيط لميسوش هذا أرعن فالراعن اسمه فاعل من راعنا يرعن رعونة فإذن كيستعملوا ما يسمى بالمشترك الدلالة العربية معروفة وفي أصول الفقه نفضها وحدها وعندها حم معنى أنا نقول لك منها معنى خاطري ولكن تايم كلك تفهم واحد لمعنى آخر وموجودة حتى في العاملية هذه الاستعمالات معروفة بناتنا كلمات كتسعمة في ثلاثة وربعات المعاني لكي يتعرفها السيق هو الذي يحدد المعنى المقصود يسميه الفقه المشترك ومشترك الدلالة كثير موجود في اللغات كاملة وفي العامية الدرجة المغربية نستعمل الطلبة من لهم بغين نشرح لهم أكثر بواحد شكل مبسط هذا يعني أمثلة كثيرة نستعمله مثلا مصطلح القب ديال الجلالة هذا القب كان يسميه القب ولكن أيضا القب هو استيل فإذا قلت أن أحد يدخل مغطي قب على رأسه لا تقول له نغرف لك قب على رأسك فإمكنه أن يفهم القب بالتجنب ولكن يمكن أن تقصد أن تريد أن تريد استيل فتكون إهانة فهذا يتسمى المشترك الدلالة لفضات لعب بها كي يريد هذا ما الذي يفعل الأمريكان بالضبط كي يلعبوا بالمشترك الدلالة لفضات يمكن يعطيها مية معنى كي يعطيها المعنى اللي يبغاه هو مش اللي يبغى الصياء يقول لأبغى اللغة لأبغاه هو هذه خدمة ليهود فكانوا يقولوا يا مرد راعينا ها السحاب مساكين على نيتهم كي يقولوا زمرها روما كيتسناه فكشف الله نيتهم وفضحهم وأنزل القرآن من فوق إسبعي سماوات وأخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمقاصد السيئة ليهود وأنهم يسخرون من رسول الله وصحبه بأبي وأمه وعليه الصلاة والسلام فباش يفرزهم باش يفضحهم ويفرزهم رب تعالى قال المسلمين يوانتوما هاد راعينا ما تعودش تقولوها باش المي يقولها ليهود يتفضح يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعينا بدلوا الاصطلاح بدلوا لغتكم وقولوا انظرنا شوفنا وسمع لنا باش ديك سعلي بغى الشر كيبان را غادلوا نيشا ولن يقولها أنا إذن إلا كافر من اليهود أو غيرهم أو منافق واحد لكي يدعي أنه مسلم والوقع دياله يشهدوا بعكس ذلك فينفصل الثريقان ويتضح الحق من الباطل وتحصل الممايزة لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وسمعوا وللكافرين هذا كل ما قالوا الكلام الخيب النية السيئة وللكافرين عذابون لي ما ننسوش وهذا الآن العالمة ما زال ما دخلتش في تفسير العالمة ما يمكنه أن نسمعه بتفسير العالمة هذا ما نعطينا غير المعنى التاريخي هذا سبب النزول عادا ندخلوا في العالمة بإذن الله زوجنا ما ننسوش بأن هذه الآية جات في واحد المنقع يعني عندها واحد البلاصة في القرآن وما كان شيء يشدش موضع عبث غيها كوكوكان ما يمكن لك ندير واحد الآية في القرآن قلت لها إذا نقرأ هذه قبل هذه ما كينبس لا كينبس أي كلمة أي حرف تزعزعون من المضعف لجملة القرآنية عادي تخصر له الهندسة له الهندسة له رب العالمي القرآن نظام رباني دقيق حرفا حرفا كلمة كلمة جملة جملة آية آية كل واحدة شد مضع اللي تكلم بالقرآن سبحانه جل وعلا هو اللي خلق الكون والنجوم وكل كوكب وكل نجم احطف مضع فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم يعني كما ربي سعلم منضم لك النجوم ودير لها الهندسة الربانية كل نجمة شد الموقع لو أنها تخرج منه قليلا أو تضطرب عنه يضطرب الكون كله شي يدخل فيه كذلك القرآن اقسم ربي بالنظام النظام الكون بشي بلكرها القرآن تهو نظام ولذلك موقع هذه الآية وتناسبها أنها جاءت مباشرة مباشرة بعد آيات السحر من بعد السحر جاءت وتحدثنا عن هذا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابلة آروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتره ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا تقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون هنا تحد الكلام عن السحر فقال مباشرة يا أيها الذين آمنوا لكن كنت تكلم عن السحر في زمان ليهود في عهد سليمان وبعد عهد سليمان عليه السلام وبرأ سليمان من السحر واتهم الشياطين بالسحر وأن اليهود تلقفوا وتلقوا السحر عن الشياطين فمباشرة من بعد الكلم عن السحر قال للذين آمنوا اردوا البال عندك تقعوا في هذه المشكلة لتحريف الألفاظ لماذا؟ لأن هذه الصناعة هي امتداد السحر تحريف الكلمات هو ضرب من ضروب السحر اللعب بالكلام نوع من أنواع السحر فتحريف الكلم عن مواضعه امتداد تاريخي للسحر شيء عجيب جدا والقرآن جاء لزمان رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا الزمان ولكل زمان بعد رسول الله إلى يوم القيامة بمعنى أنه اللي غد الصرف توجيه الأحداث تاريخيا من بعد البعثة النبوية ماشي السحر السحر فضال كلام مع الأزمان المتخلفة كان له سلطة هذه السلطة الرابعة التي يعطوها الإعلام كانت في ذلك الوقت هذه السحر الآن السحر المعاصر هو الإعلام هو السحر والسحرة الكبار الآن الذين يسيرون ويوجهون أحداث التاريخ المعاصر هم الإعلاميون طبعا الذين يصنعون الأحداث على غير وزانها الحقيقية ويبين رب العالمين بأن الخطورة الجديدة لغدجيه خطورة الكلمة كلمة وحدة ستبدل بها مجر التاريخ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا هذه غير كلمة أرضوا البال يا أيها المسلمون الكلام رأى العصر الجديد عصر الكلام وهذا كلام عجيب حقيقة بشرب العالمين يجيبنا هذه الآية مباشرة بعد الكلام عن السحري وكيف أن الصحرة يغيرون الحقائق وهما وتوهيما لا حقيقة تكلمنا على هذا الموضوع لا رجعة فيه ما كيغير شيء الساحر من الحقيقة ديال الواقع كيغير الحقيقة ديال الواقع بتخيل كذلك الإعلامي الكذب اللي واقع في الارض شيء واللي معروض في التلفزيون شيء آخر يلعبوا في الصورة يلعبوا في الكلمة يلعبوا في الإخراج يلعبوا في التركيز والتقديم والتأخير والتركيز وعدم التركيز حتى يقلب لك الحقائق بالوهمي والإيهام يخليك أنت تعتقد أشياء لكن الواقع شيء آخر ولذلك فعلا اليهود منذ ذلك التاريخ وهم يشتغلون بهذه الصناعة وهي قلب الحقائق بالكلمة قلب الحقائق في واحد مرحلة تاريخية بالسحر ثم انتقلوا بعد ذلك إلى قلب الحقائق بالكلمة والآية تشاهدون دال على هذه الحقيقة ولا يزالون إلى الآن دور الإعلام الكبيرة الآن في العالم يهود هذا شيء واضح وليس شيء شيء جديد معروف الناس المتبعين الثقافة الآن يعرفون بأنه الإعلام الكبير في العالم المسيطرين على مصادر الأخبار ومصادر الكلمة الآن في العالم يهود والصيونية بشكل خاص والحرب الإعلامية تحسيم المعارك قبل أن تحسيمها البنادق حرب الإعلامية كدر العجب ولذلك غالط غالط بالزاف اللي ما كيعطيش قيمة للكلمة الصراع الحضاري المعاصر صراع ديال الكلمة ولهذا السر جاءت المعجزة ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلمة هو القرآن شنو القرآن كلام الله فالمعجزة ديال سيدنا محمد إنما هي كلام لغة نص وهو كلام الله جل وعلا وتبارك سبحانه وتعالى كيعطينا رب العالمين السلاح السلاح الحقيقي الذي يحصن به المؤمن في هذا الزمان معتقداته لفهم ديالك ويحصن به نظراته ألبس نظر ديال الإعلام تبغي تفرج في التلفزيون تفرج مش مشكلة شوف الأخبار ولكن هزل القرآن ديروا ديروا نظاره وشوف به الحقائق وغا تبالك الكذوب ويبالك الدجل وتبالك الحقائق بينه لأنك إذا خديت حقائق القرآن ونظرت من خلالها إلى العصر وإلى كل شيء انفضحت أعماله الشيطان بحال بحال دك السحر رأى مثال السحر مهم جدا في هذا السياق لأن الله عز وجل إنما ذكر آية الكلمة بعد آية السحر لأن نفس تأثير نفس تأثير الذي كان للصحرات هو الآن للإعلاميين ونفس الخدمة يعني تكلموا عن الإعلاميين يعني الصحر دجاجلة وليس الذي ينبئك بالنبأ الحقي هذوك بوحدهم إن الله يدافع عن الذين آمن لا شك في هذا ولكن مع الأسف الأغلبية صحقة لأن مصادر الإعلاميين الكبرى ليس بيدلمس المين شيء واضح جدا فإذا الساحر الساحر يبدأ يوهمك يخيل إليه من سحره مو أنها تسعة كي يبدأ يوهمك ويعطيك واحد المجموعة دي المصطلحات ومعدي التأثيرات والإيحاء النفسي تتولي تشوف داك السحر ره طير في الهواء لما تحك عينيك مزيان بنور القرآن وتعود تشوفه مزيان تشوفو رها قلس في الأرض بقي في التراب في موضعه لا تحرك كذلك بالضبط الإعلام بالضبط الإعلام الخطير الذي يدمر ويشوه التصورات ليكون تحك عينيك مزيان وتحك ودنك مزيان وتعود تقرأ الحقائق في ضوء القرآن غتبلك الوقائع مختلفة تماما عما يقولون وعما يذيعون مختلفة تماما هذه الآية والله لا يوجد لها مثيل في كتاب الله جل وعلا لأن القرآن ما كنت تعودش لا تكرارا في القرآن ولو توهمنا ذلك يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا اسمعوا وللكافرين عذابنا لي ولذلك بانص هذه الآية أتحدث بإذن الله عز وجل باستنباط حكم شرعي جديد ديال هذا الوقت الذي كان يناسب تلك المرحلة ولا يزال حرام على الإنسان أنه إنادي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواحد لكلمة ماشي ديال الأدب هذا يأخذه بشكل تقريبا واضح من الآية لكن يؤخذ أيضا الآن أنه حرام عليك تأخذ المصطلحات المضببة لإعلاميين المشبوهة وتستعملها حتى أنت خاصة حينما تكون هذه المصطلحات موجهة إلى المسلمين مصطلح يفبركه ويصنعه ويخمره في المخابر الإعلامية لذي يهدون النصارة ويصدره لك وتأخذ وتتلقم وتبدأ تخدم به وتخطب به خودك الممنين وتكلم به على المساجد وعلى القرآن وعلى الدين ماذا تدير من أنتج هذه الكلمة ماذا يخرج هذه الكلمة يقول له هدون النصارة يوحت له هدون النصارة من بكري قالوا راعنا قال لهم ربي المسلمين وانتم ماذا تقولوا راعنا وكذلك الآن يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا كل كلمة أنتجها الإعلام الغربي فيها إساءة للإسلام وللمسلمين ولو شبهة يحرموا حرمة قاطعة على المؤمنين اليوم استعمالها في اللغة تخطب اليومي والثقافي والاجتماعي والأسري في كل شيء ترتكب بإثم كبير لما تستعمل واحد الكلمة لهم كي يصفوك بها ويصفو بها الدين والقرآن تريث عندما يضحكوا عليك يقول لك هذو هذي كذا وهذي كذا وهذي فئة وهذي طائفة راع الخدمة الاستعمار من بكري هي هذي فرق تسود فرق تسود عندنا المصطلح دي نحنا مصطلح دي نحنا كمسلمين عندنا عندنا موجودة في كتاب الله وسنة رسول الله ثم في اجتهاد لفقهة المصطلح الاغذين دي المصطلح النقدي هذه أسوأ الأحوال مصطلح ننتقد به بعض الظواهر السيئة السيئة الغلطة لدرها المسلمين كي يمكن المسلمين يغلطوا ويغلطوا 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 لأنهم بشر ويغلطوا أيضا في فهم الدين ويغلطوا في الممارسة الدينية مع ذلك لا نستعمل مصطلحة للغرين عندي مصطلحة للتاريخية وعندي المصطلحة للقرآنية والسنية النبوية والفيقهية نستعملها هي أنا كان أعرف الغلو كان أعرف شيء التطرف الغلو هو المصطلح الذي استعمله كتاب الله عز وجل واستعمله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أعطي غير مثال هذا المصطلح الذي تستعمل عندنا لأن أقل ما يتقل في المصطلح لهم كنتلقى فيه المعايرة أقل ما فيه المعايرة إذا ما قلب لك الدماغ وقلب لك الفهمة لك للدين رأي أقل لك يعيرك ما نستعد شين نعيير المسلمين ونعيير راسي نستعد وربما صار بك الأمر إلى الاستخفاف بكتاب الله لأن كثير من المصطلحات الآن يصخرون منها وحد العدد المصطلحات كيرا في القرآن الكريم ويصخروا منها لهد ويقول للمسلم ده بخيف يستعملها وهي آية في كتاب الله صارحة شهد الغرابة هذه ما الذي حدث للمسلمين ولذلك عندنا الأدوات نستعملها لأن المصطلح لما يكون في كتاب الله ويكون مصطلح نقدي زعما كي إنبه لواحد الغالات يدرونها المسلمين أو يمكن يدرونها المسلمين هذا كالمصطلح النقدي يعالج وليس يجرح يعني العوجية يقلع وليس يجعل الأثر لا يوجد الدول المسموم عراض جانبية إذا ما أحسن المصطلحات لهم الذي قام نقوله ما يعني مزيانة بين القوسين وليس لديهم المصطلح المزيان بعدهما لما يتعلق بالدين لما يتعلق بالدين وممارسة الدينية أحسن الأحوال أما سواء الأحوال را يمكن لك تعير مولا كلي خلق كل عياد بالله بالمصطلح أحسن الأحوال أنك لما تستعمل المصطلح الأجنبي في نقض الظاهرة الدينية راك تعالج يمكن تعالج ولكن تخلي الأعراض الجانبية أما المصطلح القرآني والنبوي فيعالج وبلا أي آثار أو عارض جانبي إطلاقا إدوي وما يخلي الأثر سي ما يخلي الأثر ديال الجزرحة بحال الأدوية الفطرية الطبيعية الدوي بلا أترب لا سموم لأنه علاش كل ينتج المصطلح رب الكون الذي يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور سبحانه جل وعلا أو سيدنا محمد بوحيين من الله عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا اسمعوا لله ولرسول الله ما تسمع شيء أخر اسمعوا لله ولرسوله لا للآخرين فمن خالف ذلك وللكافرين عذاب ننيم حقيقة آية والله تشد إليها الرعال بحال ذلك المجهر ميكروسكوب شوف بها التاريخ المعاصر هو كيف تصنع كيف تفك وكيف تقرأ هذا القرآن هذا القرآن أسقل مما يتصوره أحدنا لما قال رب العالمين لسيدنا محمد إنا سنلقي عليك قولا ثقيل عالم سبحانه كلمة وحدة في هذا التاريخ الماضي كله مخزون في كلمة وحدة والتاريخ المعاصر لسيدنا محمد والتاريخ ديال المستقبل المستقبلية إلى ما بعد قيام الساعة كله تلقاه في كلمة وحدة هنا هو الكمبيوتر الذي يخزن في الداكرة دياله هذا كله ما زال لا يصنعه شيء بناد معمر لا يصنعه لأنه الغيب هذا اسمه الغيب الغيب لا يحيط به إلا رب الغيب إلا عالم الغيب ربي تعالى يعطيك كلمة وحدة كلمة في هذا التاريخ في هذا الزمان الزمان يعطيك الزمان كله وصبح الله رديم هذه الكلمة عندها واحد تجليات غريبة جدا يعني تجيبها على زمان سيدنا نوح تريد تقرأ التاريخ في زمان سيدنا نوح تشوف زمان سيدنا نوح كما كان حقيقة تجيبها لزمان سيدنا محمد تقرأ بهذا التاريخ بسبب النزول ستجد التاريخ سيدنا محمد والأحداث والحوادث الوقائع في زمان سيدنا محمد كما كانت تقرأ بهذا تاريخ الذي يحدث الآن ستجد بها الواقع كما هو لا كما يرسمه دجاجلة الإعلام وتقرأ بهذا المستقبل أيضا وتقرأ بهذا المستقبل لأن الله في كتب الله وضع لنا آيات علامات آيات هي علامات أيضا تقرأ بهذا المستقبل ولذلك بمثل هذه الآية العالمة نقول بإذن الله عز وجل إن باع الكفر وطغيانه في الأرض قصير لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلد قصير الكفر حبله حبله قصير مش طويل وكثير من العلماء الآن يتوقعون بناء على سنن لا يتخيل لك تنبؤ تنبؤ الخاوية لا بناء على سنن الله الواردة في كتاب الله وعلى ما أنبأ به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه الطغيان ذي الليهود ما بقالوش بزف ما بقالوش بزف الكفر عبر التاريخ من زمان فرعون من زمان فرعون ومن قبله ومن بعده ومن هم الآن يفسدون في الأرض ويعيثون فيها فسادة وإليهم القيامة وإن عدنا الميزان واحد لما كيوصل الطغيان المرحلة لإدعاء الألوهية عرض للرهد مؤسير مادي حقيقي على أنه وصل النقطة فشيهود لأنه ما بقيش فوق الدعاء الألوهية شي طغيان ما كينش ليس فوق الدعاء الألوهية طغيان انتهى شو باقي بعد يقول لك واحدة نربوكم مولعلى شو باقي بقي زيد شي حاجة أخرى يوادك حد الطغيان انتهى عبد الله راه وصل قمة الطغيان فلم يبقى له إلا الانهيار وهذا كلام قاله كثير من العلم الآن ويعني شهر والدليل سنان الله تعالى في التاريخ التي وردت في كتاب الله الوقت اللي قال فرعون أنا ربوكم مولعلى ربي تعالى قال له واخد بنوريك وكلو الطين فصل يم غرقوا في اليم تاكل الطين كل الطين في فم عمر له فم بالغيس بالطين ديال النيل ها الدعاء الربوبي كدير آذله الله وأماته شر موت سأل الله العافية وسبح الله العظيم ها التاريخ المعاصر قرى التاريخ السياسي جديد أيوة التجبر في الأرض ووصل إلى أن قال بلسانه أو بحاله إما قال ها باللسانه ولا قال ها بالتصرف دياله وبالسلوك دياله قال نربوكم مولعلى يذله الله في يوم عزته دك النهار اللي رمجبر وفرحان برسله يخسف به كما خسف بقارون وكما أغرق فرعون وكما أهلك عادن الأولى وأهلك الأمم البائدة ويهلك في كل زمان لمن يبصر لكي يشوف أما اللي عمام عندك ما تدرله وإنما العماء عمل بصيرة إنها لا تعبار بصار ولكن تعبار القلوب التي في الصدور ومازال هذا شيء تشوفه وكين أحاديث نبوي عجيبة جدا تتحدث فعلا عن أن لحظة الحسم لحظة الحسم تاريخية قربة أولا العالمات دي الساعة التي تحدث عنها رسول الله عليه الصلاة من تقارب الزمان هذا شيء اللي يسميه العالم ولا قرية صغيرة من تقارب الزمان هذا شيء اللي تقدره في عشر سنين تقدره في تانية بالانترنت أو بالمحمول تانية وأشياء كثيرة أكثر من أن تحصى وليس هذا مشلس أوانها أو ذكريها لأنها تضيع لنا وقت وراء معروف الحمد لله هذه السقافة دي السرعة رولة عند الناس كاملين ثم بشار رسول الله الصلاة والسلام هذه الأمة بأنه يبعث لها على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها 1924 ما يقارب 1300 الهجري 1343 أو 344 هجرية حدث حدث كبير في العالم الإسلامي هو سقوط الخلافة الإسلامية ما كانش هذك الحدث سهل 1924 1343 344 هجري بعدها بسنوات قليلة يعني 14 أخرى أو 5 سنين تكونت إسرائيل مباشرة يعني 48 49 تأسيس حقيقي لكن مرحلة الانتداب البريطاني في فلسطين كانت هجرة كبيرة هي تكون إسرائيل قبل الإعلان على الدولة تكون اجتماعيا وسياسيا وبين قوسين قانونيا يعني يعني وعد بن فور فهذا العام تأسيس الدولة العبرية كان لحظة فقط إعلان النهاية الفيلم أو المصراحية كما يؤبر فاللحظة التي كانت تتأسس فعليا الدولة العبرية فلسطين اللي هي ما بين الف وتعمية ووربع وعشرين تل تمانية وربعين تسعوذ وربعين ما معروف هذه كلها لحظة تأسيس وكانوا عارفين بأنه لا يمكن إبدأوا التأسيس تطيحوا الخلافة العثمانية الإسلامية لأنه كان السلطان عبد الحميد واقف حجرة عسراء ممنوع قال لهم فلسطين أرض حبوس وقف وديل المسلمين كاملين من كل شيء نسمح فيها لما لقوا صلب عملوا مستطاعوا على تخريب الخلافة الإسلامية من الداخل وطيحوا الخلافة وبعد ذلك مباشرة أبدأ موجات الهجرة من فلسطين اللي رمحتلين هذه الساعة النجليز فأبدأ موجات الهجرة والتأسيس الفعلي الاجتماعي وبعد ذلك جاء الإعلان في نهاية الأربعينات الإعلان ديال التأسيس هذه اللحظة بالضبط هذه كل اللحظة كان الوعي والشعور بالأمة الإسلامية قوى واحد الشكل كبير عند عدد العلماء يعني المسلمين العلماء شافوا البني ديال العالم الإسلامي كيريب يعني الخلافة رابط البلاد الإسلامية دخلوا عليها صبليون فرانسيس النجليز طاليان تداعت عليهم الأمم كما تداع الأكلة إلى قصعتها كما هو معروف الحديث سيدنا محمد عليه صلى الله عليه صلى الله هي إعادة بناء الأمة الإسلامية من جديد صحيح أنه موصلات لشيء حاجة كبيرة ولكن موصلات لواحد شيء مهم جدا وهو تجديد الوعي ديال المسلمين بدين الله وتجديد القراءة لكتاب الله الصحوة الإسلامية المعاصرة الآن لكينا في العالم الإسلامي هي في الحقيقة امتداد لدى شيء وقعها في بداية القرن الماضي ثلوت الأول من القرن الماضي يعني في العشرينات حتى الثلاثينات من القرن العشرين الماضي بالعدد الميلادي في بداية هذا القرن الجديد الميلادي وأيضا قبل ذلك وبعد ذلك بالهجري نفس الشيء يعني المرحلة وحدها تقتربوا الأمة تقترب ماذا ما وصلت تقتربوا من عد مائة سنة على هذه الأحداث جميعا على سقوط الخلافة الإسلامية وعلى احتلال فلسطين وعلى قيام حركات الدعوة والإصلاح في العالم الإسلامي تقتربوا من المئة سنة بمعنى أنه تمام المئة أولاد اللي غدي هزوا شأن دي الأمار كيت تولدوا دابا هذة اللحظة كيت تولدوا يعني من بعد عشرين سنة قريبا بإذن الله عز وجل لكيت تولدوا دابا هم أولاد عشرين سنة من بعد عشرين سنة ولمن قدر له أن يرى هذه اللحظة سيرى بإذن الله عجبا لأن هذه حقائق قرآنية مش خيالة وحقائق نبوية تنبئ على أن الدعاء الألوهية اللي صارت له الدول الطاغية في العالم قد آن أوانه بش يقول طين كما كله فرعون بإذن الله قل للذين كفروا ستغلبون هذا كتاب الله عز وجل أيها ما قال هش غير سيدنا محمد قال هالتاريخ الممتد لنهاية الأرض قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبسلم ستغلبون ستغلبون إلى مغلبكم هذا الجيل لأنه لم يصلح شيء وفالس سيغلبكم جيل آخر سيصنعه الله على عينه وبوحيه وكتابه ولذلك المهيئ المهيئ التدافع الحضاري الجديد لهذه المرحلة الجديدة هو الجيل الذي يشتغل بالقرآن الكريم لماذا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين ع Powell اللغة المدمرة الآن هي لغة الإعلام السحر الأكبر لهذا العصر هو الإعلام الذي يبطل ذلك السحر هو الذي أبطال ذلك السحر الماضي هو القرآن الكريم لابطل سحر الإعلام السقافة القرآنية اللغة القرآنية المصطلح القرآني الآيات العالمات القرآنية النهار تشوف المسلمين صاروا يتداولون كتاب الله فيما بينهم أبشير بالنصري قتلوا غير اختوى والعالمات دالتوا على هذا سبحان الله العظيم بقي متذكر في نهاية السبعينات أواصل السبعينات وبداية الثمانينات تفقدوا القراءة ديال القرآن الكريم من المغرب تفقدوا قلوا قليل بقي متذكر ما بقوش كي يلقوا الناس اللي يصلي بهم في الجوة مع التراوح في كثير من البوادي بسبب أن الناس يعني جات واحد لمرحلة من بعد الاستقلال شفوا بأنه اللي كيش دوا المراصب وكيش دوا الفلوس اللي قروف في السكويلة في المدارس يعني العصرية فصار الناس إلى ذلك ونصرفوا عن كتاب الله وحصلت أزمة فإذا به صبح الله العظيم بحل تشتكت عود صب فإذا به بدور القرآن والمساجد والايتمام بالقرآن من جديد كي عودين بتوحدو كي مين بتربع زعم الناس كلهم تفقوا في المدن وفي المغرب وفي خارج المغرب في البلاد العالم الإسلامي كلهم وتواطأوا على إنتاج قرأي القرآن من جديد لكل شمعت الناس كاملين باشي يقولوا هذه فكرة ما يجمعوا لك شيء ولكن الله عز وجل ينبت أهله هدوك أهل الله إن لله أهلين من الأرض في الحديث الصحيح أهل الله أهل القرآن أهل الله وخاصته هو ربي تعالى كي يخلق ديوله لأمرين هو وجل لا يعلموه كي يمهد لوقت ويمهد الجيل لوقته ويهيئ الناس لدي اهتمام بالقرآن من جديد يحاولوا يطفيوا القرآن يعني مستحيل قال لك ما تكتبوا شيء باسم نارح الراحم في المورة صالت معا من كي تتعاملوا مع رب الكون حربوهم خاسرة أنا أنت عزيب لوحد عدد الشباب يوقع لهم إحباط نفسي ومرضوا بالاكتئاب واحدة تكون أنت المسؤول على المعركة عدت مرض هو اللي مقابل المعركة رب الكون واش رحنا اللعبوه شي غريبة رب الكون الذي يقود المعركة للبشار ورب تعالى كي يجيب العسكر دياله لجنود دياله ومش أنت لك تعطيهم له ومعلم جندا ربك إلا هو إذا ما صلحت أنت تكون جندي يتخلى عليك رب الكون وسيخلقه سبحانه وتعالى قوما آخرين وكذلك يفعل جل وعلا وهذا الذي يورى الآن في الأرض الآن الإقبال على القرآن الكريم حتمية تاريخية بهذا العبارة زعمى بالززغة يكون أحب من أحبا وكره من كره غادي يبدأ ينبتليهم القرآن في كل موضع بواحد ينبتلي لأنه الوقت جات بش يتكلم القرآن بش يتكلم القرآن لأنه يتكلم الشيطان الشيطان كي يتكلم بلسان الإعلام بسحر الإعلام ولا يبطله إلا قول الله جل وعلا القرآن الكريم يا أيها الذين أمنوا لا تقلوا راعنا وقلوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب نليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة